تستمر حالة الانفلة الأمني الذي تشهده عدن في ظل تزايد أعمال الاعتداءات على المواطنين من قبل ميليشيات العدوان إلى التفاصيل حصار في المعاشيق وقطع للشوارع ونهب لرواتب الموظفين واغتيالات مستمرة عناوين يومية في عدن منذ يوليو الماضي وحتى اللحظة فقد أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار باتجاه تاجر ينتمي لمحافظة ذمار وحسب مصادر محلية فإن عددا من مسلحي ميليشيات هادي أقدموا مساء الأربعاء على قتل أحد المواطنين من أبناء منطقة وصاب ونهب ما بحوزته من أموال إضافة إلى الاستيلاء على سيارته في عدن أيضا قطع عشرات المسلحين من ميليشيات العدوان عددا من الشوارع العامة حيث قاموا بإحراك الإطارات ومنع سيارات المواطنين من المرور احتجاجا على ما أسموه عدم صرف رواتبهم من قبل العدوان السعودي وقبل أيام حاصر مسلحون قصر المعاشيك حيث يقيم الفار هادي مطالبين بمستحقات مالية وكانت قد فشلت وساطات لقيادات موالية للعدوان وذلك من أجل فك الحصار عن المعاشيك حيث قُبلت تلك الوساطات برفض المسلحين الذين احتجزوا قيادات موالية وكانت رواتب الموظفين في عدة مديريات في عدن وأبينا ولاحج قد تعرضت للنهب من قبل المسلحين بالتزامن مع طيالات طالق قيادات ومحسوبين على الحراك وآخرين يعملون في القضاء وتأتي هذه التطورات في ظل حملة مستمرة تنفذها الميليشيات على المواطنين تحت مبررات تحقيق الأمن حيث تم طرط العشرات من منازلهم والسطو عليها لأسباب تتعلق بانتمائهم المناطقي فيما لا يزال آخرون رهن الاعتقال وتعرض المئات من المواطنين لمضايقات أجبرتهم على ترك منازلهم والمغادرة نحو مناطق أخرى